بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد بن عبد الله وآله وأصحابه الغر الميامين ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين وبعده فإن الأحاديث النبوية الشريفة دعوة بالحكمة والموعزة الحسنة إلى الفضيلة والرقي الخلقي الذي تبحث عنه الإنسانية جمعاء لتحقق بواسطته سعادة المجتمعات البشرية في كافة أنحاء المعمورة حيث أن أحاديث النبي وصنة الرسول الكريم لها دورها الفريد والمميز ومكانتها الأساسية في التشريع الإسلامي فهي المصدر الثاني للتشريع الإلهي بعد القرآن الكريم ويزعم بعض الأدعياء أن الأحاديث والسنة ليست جزءا من التشريع الإسلامي ويعتبرون أن القرآن الكريم هو المصدر الوحيد للتشريع على الرغم من أن الباري عز وجل قد أكد في العديد من الآيات القرآنية على ضرورة الالتزام بتعاليم النبي صلى الله عليه وسلم والنهي عما نها عنه بقوله في محكم التنزيل وما آتاكم الرسول فخزوه وما نهاكم عنه فانتهوا ويقول الحق جل وعلا بأنه أنزل الذكر الحكيم على رسوله الكريم ليبينه للناس ويوضحه وذلك بقوله وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون ذلك لأنه صلوات الله عليه يمثل الأخلاق القرآنية أحسن تمثيل في قوله وعمله في سكونه وحركته في يقضته ومنامه في حلمه وغضبه في سلمه وحربه مما دعا السيدة عائشة رضي الله عنها أن تصفه بقولها كان خلقه القرآن لذلك خصه الباري عز وجل بقوله وإنك لعلى خلق عظيم وبقوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم وبقوله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة هذا وقد أمر الباري عز وجل رسوله الكريم أن يبلغ ما أنزل إليه بقوله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وقوله جل شأنه مؤكدا على ضرورة طاعة الرسول الكريم من يطع الرسول فقد أطاع الله أي أنه قرن طاعة الرسول بطاعته عز وجل ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظة ويؤكد الحق تبارك وتعالى على أن من أبرز صفات المؤمن أن يلتزم بما قضى الله ورسوله بقوله في محكم التنزيل أيضا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم ومن يعصي الله ورسوله فقد ظل ذلالا مبينا ويؤكد سبحانه وتعالى على أن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن هواء ورغبة إنما بتوجيه إلهي بقوله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى كما أمر المؤمنين بطاعته وقرن تاعة الرسول الكريم بطاعة الله عز وجل حيث قال ومن يطيع الله والرسول فأولئك بع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاء وقد حذر جل شأنه من مخالفة الرسول عليه الصلاة والسلام فليحذر بقوله فليحذر الذين يخالفونه أو يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وقد قالت تعالى مؤكدا أن إيمان المسلم إيمان المسلم مرتبط بقبوله حكم النبي المختار صلى الله عليه وسلم بقوله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ومما لا شك فيه أن سنة النبي وأحاديسه من أقوال وأفعال وإقرارات هي المقصودة بهذه الآيات فهي المضحة لأحكام القرآن الكريم والمفصلة لآياته بل إن السنة النبوية قد تنفرد بتشريع ما لم يرد في القرآن أصلا لذلك في هذه المكانة الجليلة التي حظيت بها السنة النبوية المشرفة أولاها الصحابة وإن ثم علماء الأمة كلها وإئمتها العناية الفائقة على مر العصور وأنفقوا في جمعها وضبطها الغالي والنفيس حتى تمكنوا من تكوين مكتبة هائلة قل نظرها في التاريخ فتفننوا في جمع الحديث النبوي وترتيبه وحسب مقاصدهم وأهدافهم وارتحلوا إليه واشتغلوا بتدوينه وتبويبه فوضعوا لذلك المسانيد والصحاحة والسنن والجوامع والمستخرجات والمستدركات والمعاجم والأجزاء الحديثية وقد بدأ ذلك منذ الأيام الأولى للدعوة النبوية بقيام الصحابة الكرام بحفظ الحديث في صدورهم فكانوا يتسابقون لحفظه والتثبت منه لأن رسول الكريم كان منعهم أولا من كتابته خشية اختلاطه بالقرآن ثم سمح لبعض الصحابة بالكتابة من أمثال علي بن أبي طالب وأبي شاه وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم أجمعين ثم أمره لعبد الله بن عمر بن العاص بالكتابة بعدما قال له بعض الصحابة حينما رأوه يكتب كل شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم أتكتب كل شيء تسمعه من رسول الله ورسول الله بشر يقول في الغضب والرضا فذكر ذلك للرسول فقال له أكتب هو الذي نفسي بيده ما خرج منه وأشار إلى فيه إلا حق وهو حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد في مسنده وأبي داود والدارمي والحاكم والذهبي من رواية عبد الله بن عمر بن العاص كان ذلك دليل اهتمام الصحابة الكرام ورضوان الله عليهم وحرصهم على حفظ أقوال رسول الكريم وأفعاله عن ظهر قلب حتى اتخذوها منهجا علميا وعمليا وسنة فعلية لهم في كل شارطة واردة وساعدهم على ذلك حوافظهم القوية وآزانهم الوعية وقلوبهم الصافية بالإضافة لقيام عدد منهم بكتابة الكثير من الأحاديث بحيث شكل مجتمع الصحابة في المدينة المنورة مع الصحابة الكرام الصورة الكاملة للمجتمع الإسلامي الأول المتمسك بالسنة وانتقلت هذه الكنوز والحكم الفريدة مع الصحابة إلى مجتمعات التابعين حيث قام كبار رواة التابعين بنقل هذه الكنوز إلى تابعي التابعين ومن ثم إلى يومنا هذا فكانت بمجملها فيما بعد نواة علوم الحديث رواية ودراية ولكننا ينبغي أن نوضح هنا أننا لا نعني أن كل الأحاديث المنسوبة للنبي صلى الله عليه وسلم نحن ملزمون بها بل نقصد بهذه الأحاديث والسنن التي لا شك في صحتها وصحة نسبتها للرسول الكريم وهي الأحاديث التي اتفق على صحتها عدد من أئمة الحديث الصحيح الذين اشترتوا الصحة في كتبهم وهم الذين ذكرهم الإمام الصيوطي والمحدث محمد بن جعف الكتاني في كتبهم وذلك لأن اتفاق عدد من أئمة الصحيح على صحة حديث ما يجعله متواترا بين كبار أئمة الفن الحديثي نظرا لاستحالة اجتماع هؤلاء الأقطاب والأئمة على الخطأ أو التساهل أو التحريف أو الدس عليهم مجتمعي مما يؤكد قطعية نسبتها هذه الأحاديث التي لا شك في صحتها قطعية نسبتها للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وهي الأحاديث التي شرفني الله بجمعها والتأكد من صحتها في كتابه صفوة الأحاديث النبوية الشريفة وهي الأحاديث التي اتفق على صحتها عدد من أئمة الصحيح والله يقول الحق ويهدي سواء السبيل والحمد لله القائل وفوق كل ذي علم عليم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته